الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام الطاهرين أحييكم أعزاء المشاهدين مع حلقة متجددة من برامجكم في صحبة آية أهلا وسهلا بكم وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال اليوم حديثي معكم أيها الأحباب الكرام حول نحن في صحبة آية من كتاب الله عز وجل وهذه الآية من سورة يوسف عليه السلام في الآية الثانية والتسعين منها قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال لا تثريب عليكم اليوم وهناك طريقتان لقراءة هذه الآية هي الوقوف عند عليكم أو الوقوف عند اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لكن جمهور المفسرين على الوقوف عند اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين هذه الآية جاءت ردا من يوسف عليه السلام على إخوته حينما قالوا له قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فأجابهم يوسف عليه السلام بهذه الآية والتثريب في اللغة العربية أصله الفساد أو الإفساد لكن معناه هنا في هذا الموضع من الآية التعيير والتوبيخ لا توبيخ عليكم اليوم لا يعني تعيير عليكم لا أعيركم فإذن هذا هو مقصود هذه اللفظة في هذه الآية وقد قال بشر فعوفوت عنهم عفو غير مثرب وتركتهم لعقاب يوم سرمدي أي أنها قد جاءت في الأدب العربي وفي الشعر العربي بذات المعنى الذي ورده في القرآن الكريم وقد استفاد منها النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي وشيبتني هود وأخواتها في النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها ومن أخوات هود سورة يوسف وما فيها من قصص الأنبياء وما جرى لهم من أممهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه ابن عباس قد أخذ بعضادتي أي مثل العروة أو الممسك للباب فقد رآه أخذ بعضادتي الباب يوم فتح مكة وقد لاذى الناس بالبيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده حينما فتح مكة ثم قال ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا له أخ كريم وابن أخ كريم فقال صلى الله عليه وسلم قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم قد قدرت فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم لا تثريب عليكم اليوم عذر هذه الآية فيها عذر يوسف عليه السلام لإخوته حيال ما قد قاموا به والذي قاموا به ليس بالهيين ليس بالأمر البسيط يعني محاولة اغتيال ليوسف عليه السلام إلقاؤه في الجب هي محاولة اغتيال ليوسف عليه السلام بعد كل المراحل التي مر بها والصعوبات التي مر بها جاءوا ليعتذروا وإن كنا لخاطئين يعني كأنهم يعتذرون فأجابهم بهذه الإجابة الصفح عنهم والسماح لهم وعذرهم على ما قد قاموا به قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين تابعوا الحديث معكم أيها الأحباب الكرام لكن بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بكم أيها الأحباب الكرام إقالة عثرة الناس في التعامل معها التعامل مع الناس مع الجار مع الصديق في العمل مع الأهل في البيت يترد أخطأ يعني الواحد يخون التعبير في بعض الأحيان فيخطأ في حق الآخر فالعذر في الحقيقة عذر مكسب اجتماعي وقبل ذلك هو مكسب ديني عظيم عذر الآخر مكسب ديني عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما في هذا الصدد مثل ما أنت تتمنى يعني مثل ما الآخر يتمنى أنك تعذر أنت أيضا تتمنى أن الله سبحانه وتعالى يقبل عذرك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته من أقال مسلما أقال الله عثرته يساعد على قبول عذر الناس يا أخوان ألا تكون معتدا برأيك فسهل بن حنيف يقول يا أيها الناس اتهموا رأيكم في دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد رسول الله صلى الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته يعني هو ينتقد ذاته وينتقد نفسه ويقول احنا في يوم من الأيام كنا في لحظات حاسمة في حياتنا ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ تدابير ويأمر بأمور كنا نجهل مآلاتها في السابق وكنا شباب أغرار فكنا متحمسين لو كنت أستطيع في ذلك الوقت لفتوتي وشبابي وطموحي أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته فكأنه يقول راجعوا نفسكم في تفكيركم وفي قناعاتكم وكذلك العلم يدفع إلى الإعذار إعذار الآخرين أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لقد كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لو صلاها أحدكم اليوم لعبتموها عليه كنا نصلي على زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة اليوم لو أنتم تشوفونها لعبتموها عليه لما توافر فيها من السكينة ويعني الخشوع اليوم يعني قصده أن الزمن أصبح فيه شيء من السرعة والالتزامات الأكثر من السابق والعلاقات الأوسع فالشباب الصغار اليوم يشوفون صلاتنا اللي كنا فيها لعبتموها عليه كما ذكر أنس ابن مالك رضي الله عنه وكان يعني من ديدا الصحابة رضي الله عنهم ديدا النبي صلى الله عليه وسلم في تكريس هذا المعنى عذر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه في إحدى الغزوات في جل غزواته كان يستخدم هذا التعبير في بعض الصحابة يتمنون يطلعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة صرح المجتمع الإسلامي والدفاع والذود عن المجتمع الإسلامي لكن بعض الناس ما كانوا يستطيعون ما يملكون الدابة وكانت الدولة غير قادرة على أن تتكفل بتوفير عدة السلاح فكل واحد يأتي بعدة السلاح مالته فبعض الناس ما كانوا يملكون سلاح ولا عندهم الدابة لتوصلهم إلى الأماكن البعيدة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول التالي يقول إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر يعني هؤلاء حبسهم العذر عندهم أعذار جعلتهم لا يستطيعون الخروج معنا فكأنه يوطد العلاقة فيما بين المجتمع المسلم الجماعة الذين خرجوا وبذلوا أرواحهم وأموالهم يقول لهم ترى في جماعة عندكم في المدينة من إخوانكم ما هم قادرين على الخروج فاعذروهم لأنهم لا يملكون أو عندهم أعذار ربما تكون طبية ربما تكون اجتماعية وإلى آخره فالله سبحانه وتعالى يحب أن يعذر ولذلك لا يعذب عباده تبارك وتعالى حتى تقع عليهم الحجة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى في العذر ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين وأيضا الذي يساعد على عذر الآخرين هو مراعاة الضعف البشري النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي حديث طويل أن أحد الناس آخر واحد سوف يدخل الجنة آخر واحد من أهل النار سوف يدخل الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف المراحل التي مر فيها كان يقترب يقترب شيئا فشيئا إلى الجنة وكل ما يسمع صوت أهل الجنة يدعو والله سبحانه وتعالى يقول لله سبحانه وتعالى هذه آخر مرة أدعو أدعوك يا ربي انقلني إلى المرحلة الأخرى حتى يدخل الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فإذن أيها الأخوة الأحباب لا بد من العذر عذر الآخرين عذر الأصدقاء حينما تقع الأخطاء في في الاجتماعية فلا بد من بسط الروح والنفس والقلب لقبول أعذار الآخرين وإعذار الآخرين عند هذا الموضع من حديثي معكم أقف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر